كلما تأزم الوضع السياسي في العراق اختلقت الازمات ودفع الشعب ثمن تصديرها ففي احلك الظروف التي تمر بها حكومة عبد المهدي من صراعات حزبية اوشكت ان تغرق قاربها اعلنت الحكومة انقلاب الوضع الامني غربي العراق رأسا على عقب واطلقت عملية عسكرية واسعة في محافظات صلاح الدين ونينو والانبار حتى الحدود السورية بذريعة ظهور تنظيم الدولة مجددا خطر داهم روجت له الحكومة من خلال خطابات التعبئة والتهويل التي دبجها عبد المهدي داعيا القوات الحكومية ومعها ميليشيات الحشد الى الاستنفار العام وشن حملة عسكرية كبيرة في هذه المحافظات الثلاث باسناد جوي من طائرات التحالف الدولي العملية المسمات ارادة النصر تأتي بعد سلسلة من اعلان الانتصارات ضد تنظيم الدولة كما تقول الحكومة وكما اكدت انتهاء قوة التنظيم ليروج الان لهذا الظهور المفاجئ ضمن ظرف سياسي وامني يثير كثيرا من الاسئلة التي تحمل اجوبتها بنفسها القيام بعملية عسكرية واعلان وجود خطر خارجي كفيل بتأجيل الخلافات السياسية وطي كثير من ملفات الفساد التي لم يعد بالامكان الترقيع فوقها وحجبها كما ان الكلفة المالية للعمليات العسكرية تكون مخرجا تظنه الحكومة ما زال نافعا للتهرب من سؤال الشعب اين تذهب الاموال ومتى يعالج الواقع المترد في جميع مجالات الحياة ميليشيا الحشد في اي عملية عسكرية يعاد تصديرها الى الواجهة واظهار الحاجة الملحة الى اطلاق يدها دون قيد او شرط كما حصل في فترة الحرب ضد تنظيم الدولة عام 2014 التحالف الدولي على رأسه امريكا ستجد للحشد مخرجا من ازمة ادخاله في صراعها مع طهران وذلك بذريعة حاجة التحالف الى تلك الميليشيات لقتال تنظيم الدولة مجددا الصورة الاكثر مأساوية لاطلاق عملية عسكرية جديدة تكمن في رحلة عذاب ونزوح واعتقال اخر للمتبقين في المحافظات المنكوبة